في العراق الذي يشهد تظاهرات الشعبية منذ الأول من أكتوبر 21 الماضي احتجاجاً عن الفساد في المؤسسة الحكومية وترد الأحوال المعاشية أطلق مغردون هاشتاج نازل أخذ حقي على تويتر إذ يطالبون بتغيير شامل في نظام الحكم للخلاص من المحاصصة الطائفية سديم أحمد كتبت تقول في تغريدة مهما حاورت الحكومة العراقية إسقاط ثورتنا فلن تنجح فنحن شعب لا نخشى شيء وأضفت أيضاً العراقيون الأبطال تمكنوا من إغلاق بعض الشوارع في النجف مصيرنا نحن سنحدده الآن وأرفقت هاشتاج العراقي ينطفد ونازل أخذ حقي أما زهرف قالت هذا العراق يظل شمس ما يطفي نوره وتغريدة أخرى أرفقت صورة للشاب يقف وسط التظاهرات وهو يرفع لافتة كتب عليها لا تقتلني أمي بانتظاري أما حيدر تفاعل على الهاشتاج من خلال هذه الصورة أيضاً ترجمة نانسي قنقر